لوحي واللابتوب والساعة ذكية نتعرف على هذه المجموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وبالتأكيد نتكلمنا على المنتجات موجودة ويريد أن نتعرف عليها بشكل سريع من اللوحي والشركة أونر واللابتوب وبالتأكيد سيكون معنا ساعة سي ام اف من لا شيء نبدأ بالمنتج الأول ونتكلمنا على الماجيك باد 3 الماجيك باد 3 نتكلمنا عليه فسماكة الجهاز هي 5.79 مليمتر وزنه حوالي 595 جرام نتكلم على شاشة بحجم 13.3 انش من نوع LCD هذه هي دقة 3.2 بكثافة 291 بيكسل في الانش الواحد هذه الشاشة حصلة على شهادتين من التوف راينلند الأولى فليكور فري والثانية لانخفاض الضوء الأزرق على مستوى نفس العتاد هنا نتكلم على أبعاد 3200 في 2136 بيكسل مع سطوع يصل إلى 1000 نتز فيعتبر سطوع متواضع قليلاً ولكن من ناحية الكثافة فتعتبره جيداً والجديار مدعوم وتردد عالي يصل إلى 165 هرتز هنا معالج السناب دراجون 8 بجيله الثالث موبايل بلاتفورم ثم الأنوية مزود بمنظومة في التبريد المالي في الكنتين الصغير للمساحة الداخلية الخفيفة ويبرد أكثر الجهاز تحدياته على طول مع القيكبينش 6 وإختباراته في النواة الواحدة أعطى 2237 نقطة أما في الأنوية المتعددة فأعطانا 6877 نقطة بقارن لوحية أخرى وجود أمامكم الجهاز جربنا على بوب جي و ديستيني رايزنج اعملت بسلاسة المنتجات على أعلى الإعدادات الكاميرات الأساسية سأوضحها لكم ولكن تجاربها أثناء ما أنا أذكرها فالأساسية بدقة 13 ميجا فيكسل والماكرو لديها 2 ميجا فيكسل لديكم أيضاً كاميرا أمامية 9 ميجا فيكسل أيضاً ترى الجهاز يدعم التصوير بدقة 4K بس 30 إطار في الثانية الثبات في العادة يكون جيد في هذا النوع من أنواع التصوير فل اش دي سأل لكم صوروا أموركم وثقوها إلا إذا تحتاجوا بالفعل دقات أعلى من الفل جدي لأسباب مونتاج أو لا شيء الله يقويكم ونتحدث عن مساحة تخزين 512 جيجا بايت ذاكرة 16 جيجا بايت قابلة للزيادة 16 بحيث أنها تصبح 32 جيجا على لوحة نعم وباستخدام السعر التخزينية يحدث هذا الموضوع نظام التشغيل الاندرويد 15 نتأكد ونرى إذا كان الاندرويد 16 موجود تابعوا ونرأيكم الخبر والبول وأيضاً بواجهة الماجيك او اس 9 الخاصة بشركة اونر قدرات الاتصال نتكلم على البلوتوث 5.4 وواي فاي 7 وأيضاً يجب ثمم مكبرات صوت تساعد أن المحتوى يكون لديكم أغنى وأفضل من ناحية الصوتيات الجهاز مدعوم من ناحية البطارية بشريحة الأونر E2 الذي تدير صحة البطارية بحيث أنه تعطي لكم عمر أطول مع الاستخدام وإعادات دوائر الشحن نفسها هجمها 12.450 ميلي أمبير لما تتكلم عن هذه البطارية الكبيرة أيضاً نتكلم عن قوة الشحن 66 واط الذي من خلالها تقدر تشحن الجهاز يدعم فتح القافل باستخدام كلمة السر أو صورة للوجه لا نصح فيها لا يوجد حساسات ونتكلم أيضاً عن الرقم أو الباتن التي هي أنظمة الأندرويد نفسها وهذه الأشياء التي تأتي في الصندوق والجهاز يأتي بسعر 2899 ريال نلخص نعم نتكلم عن الإيجابيات وجود القلم واللوحة المفاتيح التي تأتي مع الأشياء نفسها في الكيبورد مع نفس اللوحي أيضاً تردد شاشة جداً عالية يفيد في كثير من المحتوى بالذات الألعاب التي تدعم هذه الترددات العالية أيضاً نتمنى أن الجهاز يحصل على بصمة بشكل فعلي سواء للوجه أو بصمة يد وأضيفه إلى ذلك لا يوجد كروت ذاكرة للتخزين فهذا 512 إن شاء الله ستكفي ولكن من باب الطموح لأشياء أكثر ننتقل للجهاز الثاني سنتعرف على ساعة CMF Watch 3 Pro وزنها 52 جرام سماكتها 12.2 مليمتر وأكيد نتكلم عن خفة في الوزن وأيضاً السماكة تعتبر جيدة لكسعب صراحة نرى البرواز كتصميم جداً سميك يظل سلوب ناثنج في دائرة واحدة أو في تاج واحد يتحكم في كل شيء أمر جداً حسن يعطيهم هويتهم الخاصة الشاشة هنا بحجم 1.43 إنش من نوع الأموليد بأبعاد 466 دائرية وكثافة 326 بيكسل في الإنش الواحد تردد 60 هرتز على ساعة لا تستفيدوا؟ نرى الثواني أحلى حالياً وبعض التطبيقات التي تدعم الموضوع نفسه لكي لا نضع الموضوع وأيضاً سطوع يصل إلى 670 نتس كساعة أمر جيد على هذه الفئة السعرية وهناك خاصية Always On Display دعم للبلوتوث 5.3 مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 إلى تقريباً أكثر من متر قليلاً إلى مدة 30 دقيقة ودعم قياس نباضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم تربط بأي جهاز نتكلم على أجهزة الأي او اس أو حتى نتكلم على أجهزة الأندرويد بل أيضاً على الآيباد موجودة الربط دائماً من خلال تطبيق Nothing X وتدعم أيضاً ChatGPT على أساس أنكم تستانسوا في ChatGPT وجوده بمعصابكم إذا هناك طريقة الاتصال الصحيحة من طريقة الواي فاي فأي يمكنكم من خلالها البيانات ولا بد الربط أن يكون أيضاً مع أجهزة Nothing فقط وهناك دعم لتسجيل الصوت مع وجود المنظومة الصحيحة بطريقة الساعة نفسها 350 ميلي أمبير وتعطيكم حوالي 13 يوم من الاستخدام العادي المعتدل أتوقع إن كرفتوها تأتيكم مياداً بستة أيام ويكون موضوع حسن ليس بأن كل يوم الثاني تشحنوها ستأتي بأربع ألوان رمادي داكن أخضر فاتح رمادي فاتح وأيضاً البرتقالي السعر هو الشيء رائع في سلسلة CMF فهنا نتحدث عن فقط 369 ريال يوم سوينا هذا الفيديو من الإيجابيات وجود ChatGPT ومن الأشياء التي أتمنى أنها تكون أفضل وأنه يجب أن نحن بجوال أأتي للأونور ماجيك بوك برو 14 الجهاز الذي يأتي بسماكة 16.9 ميلي وأيضاً وزن 1.39 جرام نتحدث عن شاشة 14.6 إنش من نوع OLED ونتحدث عن أبعاد 3120 في 2080 وتردد يصل إلى 120 هرتز كجهاز بنظام ويندوز يعرفوا أن هذا الأمر سيكون مرة جيد على الألعاب بشكل جداً حسن أعطيكم الاختبارات أيضاً نتحدث عن هذه الشاشات كونها من أونور أكيد ستصل على شهادات لكي حماية العين توف رايلند هي نفس الجهة التي تعطيهم التصريحات أو الشهادات نعرف أن هناك خصائص الفلكر فري مثل اللوحي الذي كان معنا الأمر الثاني هو أن نخفاض الضوء الأزرق على المستوى المعتاد وهناك دعم PWM في تردد 4.320 هرتز سعى جداً في تقليل الإرهاق على العين وهذا شيء جيد نأتي إلى الموضوع المعالد إنتل كور ألترا 5 وعندكم أيضاً شريحة الانتر ARC 130T GPU لمعالجة الصور وهذا الذي لدينا هنا في خيارات أخرى موجودة من نفس الجهاز ولكن هنا اعتبرنا على جيكتمل ستة جاملنا في النوال واحدة 2622 نقطة وفي الأنوية المتعددة 12445 نقطة يوم جربنا فورتنايت اشتغلت بسلاسة على أعلى الإعدادات وهنا نعرف أن هناك أداء جيد جداً للألعاب خاصة مع تردد الشاشة هذه السموذنس التي ترونها الكاميرا الأمامية بدقة Full HD سأعطي لكم اختصار في الكيبورد ولكن لا يوجد أي تأكيد على أنها تغلق الكاميرا لاب لمبا و لاب نون و لاب شيء يتحرك أيضاً الجهاز في مجموعة من المنافذ منفذين USB Type A منفذين USB C أيضاً لديكم HDMI 2.1 ومنفذ الصوت من خلاله أيضاً المايكروفون تتحدث عن الجهاز اعتاد الداخلي بصراحة رائق من ناحية الساعة التخزينية بالذات أنها 1 تيرا و ذاكرة عشوائية 32 جيجا من نوع LPDDR5X نظام تشغيلي Windows 11 Home كويس أنه ليس Windows 10 أو كان راح عليكم أريدكم تحديث أيضاً أضيف إلى ذلك دعم لنموذج الكالاستناعي من مايكروسوفت كو بايلوت بلس بي سي هذه منظومة من الأجهزة التي تعاونت مايكروسوفت مع نفس الناس الذين يعملوا الأب توبات بحيث أنهم يضعوا المنظومة تتكلم على كو بايلوت بلس بي سي و نعرف أنه خصائص الكو بايلوت بالكامل موجودة و هناك محتوى سويتها لها أبداً أبحثوا في السوشال سأضع لكم بعض الروابط أيضاً دعم تقنية Honor Turbo X المدعومة بالذكار الاستناعي من Honor لكي تحسين أداء النظام و استهلاك الطاقة وهذا الشيء يساعد في أن النظام يكون أهوى لديكم و سلاسة أفضل الجهاز يدعم بلوتوث 5.1 و يدعم أيضاً واي فاين 6 فيها أيضاً دعم لفتح القفل باستخدام بصمة الأصبة موجودة على لوحة المفاتيح اليمين فوق و يسلمسون حتى الشكل مختلف نوعاً ما و لا نازل لغايره فهذا أمر جداً حسن الجهاز كفورم فاكتر رائع شاشة لمس و ليس طيبة نتحدث عن المحتويات التي ترونها أمامكم و السعر يبدأ من 4000 ريال إلا ريال لم أقلتها 3999 ريال نتحدث عن نسخة أقوى بمعالد انتر كور ناين ألترا ستأتي بسعر أغلب ألف ريال فقط نتحدث عن 4999 ريال هنا نتحدث عن إيجابيات بأن هناك دعم الشحن السريع بقدرة 100 واط و أيضاً دعم لمنظومة كوبايلوت بس بي سي مثل الذكاء الاصطناعي و أيضاً نتمنى أن يكون فيها قارئ ذاكرة يعني أضعوا أربع منافذ تبارك الرحمن لم أضعوا قارئ ذاكرة أو سديات على طول بشكل سريع لكن أيضاً أحترم أن منفذ الـ HDMI موجود عجمه الكامل هذا شيء جيد بالذات والاجتماعات وبكذا تعرفنا على لوحة لابتوب و أيضاً ساعة قلونا رأيكم في هذه المنتجات وبالتأكيد أشياء رائعة أكثر جاية الله يا رب العالمين فعبنا أجمعين نهاية الفيديو و كل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك أتوب إليك أحبكم على خير بإذن الله ماذا نفعل في هذه المنتجات؟ أعطينا رائعة